قبيل مغادرته إلى نيونيورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمام المتحدة أجرى الرئيس عبد الرب منصور هادي تعديلا وزاريا شميل حقائب عدة في حكومة أحمد عبيد بن دغر تعديل الحكومي جاء عقب فشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم وتعثر الأداء الحكومي كما أنه جاء عقب أيام قليلة من توجيه الرئيس هادي للحكومة بالعودة إلى عدن لممارسة مهامها في إدارة شؤون المحافظات المحررة من سطوة ميليشي الحوث والمخلول لم تات التعديلات بجديد خاصة في وزارتي الإعلام والسياحة التي جرت مبادلة حقيبتي الوزيرين وهو ما أثار جملة من علامات الاستفهام حول إمكانية إحداث تغيير حقيقي في أداء الوزراء والمؤسسة التابعة لهم التعديل شمل أيضا وزارات المالية والتعليم العالي والتربية والتعليم إضافة إلى وزارتي الثقافة والأوقاف والإرشاد الديني وإضافة مقعدين لوزيري دولة أحدهما أمين للعاصمة صنعة القرار الأكثر خطورة وأهمية هو قرار وعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركز اليمني ونقل مقره من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة وتعيين منصر صالح القعيطي محافظا له هذا الإجراء كان محل نقاش وجدل طويل بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمؤسسات النقدية الدولية التي كانت حريصة خلال الفترة الماضية على عدم جعل ورقة البنك المركزي قابلة للاستخدام في الصراع الدائر قرار نقل البنك المركزي إلى عدن ما زال يثير الكثير من المخاوف التي تتعلق بعدم القدرة على مواجهة التبعات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي قد تنجم عنه في ظل استمرار بقاء الحكومة خارج البلاد والانفلات الأمن التي تعاني منه محافظة عدن البنك المركزي ليس في أحسن حالته الاقتصاد اليمني شبه المنهار يحتاج إلى ما يشبه المعجزة لإنقاذه خصوصا مع تحذير محافظة البنك المركزي السابق قبل أيام قليلة من وجود عجز مالي وفشل في دفع مرتبات موظف الدولة تلك التحذيرات لم تفلح في إثناء الرئيس هادي وحكومته من اتخاذ قرار نقل مقر البنك إلى عدن خلال الساعات القليلة القادمة ستظهر نتائج ذلك القرار والتبعات التي ستترتب عليه في ظل ترويج معلومات أن دول التحالف العربي ستتكفل بدعم قرار نقل البنك وستضخ مبالغ مالية لإعادة الروح للاقتصاد الذي كان أبرز ضحايا انقلاب الحوثيين والمخلوع قبل عامين بالتمام والكمل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر